عام آخر يطوى من عمر الحرب في اليمن لم يشهد جديداً سوى مزيد من القمع والانتهاكات ومصادرة الحقوق والحريات واتساع رقعة الجوع والنزوح وانعدام الأمن الغذائي واستهداف الحريات الصحفية كل ذلك وسط مناخ سائد للإفلات من العقاب مع قرب رحيل العام 2023 قالت عشرات المنظمات الحقوقية في بيان مشترك إنه لا وجود لحقوق الإنسان في اليمن من دون تحقيق العدالة وأعادت التذكير في الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن الحرب التي تشهدها البلاد منذ تسع سنوات أفقدت أكثر من 377 ألف شخص حياتهم كما شهد اليمنيون طيفاً واسعاً من الانتهاكات بدءاً من انتهاك الحق في الحياة والأمن الشخصي وصولاً إلى انتهاكات الحق في الحرية وفي السلامة الجسدية والمعنوية وفي الحريات الصحفية وحرية التعبير وفي الحصول على الغذاء والصحة والتعليم والسكن وغيرها كعادتها تحتل ميليشيا الحوث الصدارة في جرائم الانتهاكات السنة تلو الأخرى كما عززت سياسات القمع التي انتهجتها الميليشيا عسكرة كل مظاهر الحياة في مناطق سيطرتها وأدت إلى غياب أي نشاط مدني أو حقوقي وصولاً إلى طرد نائب الممثل المقيم لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من العاصمة صنعاء أواخر نوفمبر الماضي تقول اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في تقريرها الدوري الأخير إنها رصدت خلال عام واحد الفين وتسعمائة وسبع وتسعين حالة ادعاء بالانتهاك في مختلف محافظات الجمهورية موزعة على أكثر من واحد وثلاثين نمطاً من انتهاكات حقوق الإنسان سقط فيها ثلاثة ألاف ومئتان وسبع وثمانون ضحية من الذكور والإناث باستثناء إطلاق صراح الصحفيين المختطفين المحكومين بالإعدام لدى ميليشيا الحوثي بموجب صفقة لتبادل الأسرى والمختطفين لم يطرأ أي تحسن في ملف الحريات الصحفية إذ لا يزال الصحفيون عرضة للاستهداف حتى اللحظة ففي العاصمة صنعاء على سبيل المثال أقدم مسلحون حوثيون على الاعتداء بوحشية على الصحفي مجل الصمدي لإسكاته عن المطالبة باستعادة إذاعته المنهوبة وفي عدن لا تزال قوات المجلس الانتقالي المدعومة من دولة الإمارات تستمر في اختطاف وتعذيب الصحفي أحمد ماهر وتحول دون محاكمته أو إطلاق صراحه إذا ذلك تتوالى الدعوات الحقوقية إلى ضمان الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفياً في اليمن بطريقة تضمن كرامتهم وسلامتهم وأمنهم والحث على دعم الجهود المبذولة لتحقيق المساءلة من خلال دعم تشكيل هيئة تحقيق جنائية دولية لجمع الأدلة وحفظها وتحليلها وإعداد ملفات القضايا وتحديد ضحايا الانتهاكات والجرائم الجسيمة وصولاً إلى العدالة والمساءلة وإنصاف الضحايا